اشتركوا في القناة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة خلال الاشهر المقبلة مؤكدا سموهن هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اذ قدم لسموهه جازا بشأن النتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة المدرجي ضمن الاطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الاولوية حيث عرب سموه عن شكره لوزارة الداخلية وكافة منتسبيها مثمنا سموه ما قامت به من حسن تنفيذ لهذا البرنامج كما اطلع سموه على ما قامت به وزارة الداخلية من خطوات بشأن برنامج السجون المفتوحة وفق الضوابط المحددة التي تكفل التوسع في تطبيق برنامج العقوبات البديلة وإعادة دمج المستفيدين من البرنامج في المجتمع واشار سموه الى ان الامنة اساس التنمية في مختلف المجالات منوها بجهود وزارة الداخلية وكافة منتسبيها في تبني المبادرات التي ترسخ الامنة وتعزز التطور والنماء في مملكة البحرين من جهته رفع معالي وزارة الداخلية خالص الشكر وعظيم الامتنان الى صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه المستمر لوزارة الداخلية لمواصلة تعزيز مسارات التطوير في عملها الامن والخدمات التي تقدمها اجهزتها المختلفة للمواطنين والمقيمين داعيان المولى جلت قدرة ان يحفظ السمو ويرعاه ويديم على مملكة البحرين نعمة الامن والاستقرار بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة